اشتركوا في القناة وذكرته التفسيرية بين يدي أعضاء مجلس الشورى حتى يحظى هذا التعديل وبعد مناقشات مستفيدة على موافقة الأغلبية إيمانا منهم بأن الوقت حان لوضع حد للإرهاب وقطع أيديه التي امتدت لتنال من أمن واستقرار الوطن والتي تطاولت على أرواح الأبرياء من رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني سيخضع القضاء العسكري كل من يرتكب جرائم معينة تمس الأجهزة العسكرية ومنشآتها بطريقة تهدد حماية مصالح الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بحسب ما يتم الاتفاق بشأنه سوف يكون يخضع للمحاكمة في هذا الجانب من قبل القضاء العسكري نظرا لخطورة وطبيعة الجرم المرتكب أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار الأمن هو الذي يحمي المواطن ويحمي الاقتصاد ويحمي النهضة ويحمي كل ما قمنا به من تطور في هذا البلد الذي يتطلع إلى الأفضل والإرهاب هو لا دين له ولا وطن له التعديل الدستوري جاء لمحاكمة الإرهاب الإرهاب هو ليس بجريمة مدنية بل هو جريمة عسكرية مقنعة فبالتالي يجب أن يحال إلى القضاء العسكري ولله الحمد قضاءنا العسكري قضاء عادل ونزيه وتتوفر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين كما هي في القضاء العادل أنا متأكدة أنه لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص لهذا البلد معارض أو حتى متحفظ على هذا التعديل الدستوري فبالتالي كما شفنا وافق المجلس بالإجماع على هذا التعديل الدستوري هذه التعديلات جت بضمانات أوضحها لأن معالي وزير العدل والأخوان من قوة دفاع البحرين ومعالي وزير المجلسين أن هذه التعديلات جت فيها ضمانات وحقوق لكافة المتقاضين في القضاء العسكري هذا التعديل الدستوري سيمكن الأجهزة العسكرية من مكافحة الإرهاب خاصة بعد التعديل القانوني الذي سوف يأتي لاحقاً وسيعرض على السلطة التشريعية وحتماً إن شاء الله بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة عضوه برعاه سيتم مكافحة جميع الأعمال الرهابية ينعم الجميع في البحرين وفي دول مجلس تعاون بالأمن والأمان ونحن نتطلع بعد هذا التعديل الدستوري إلى التعديل القانوني الذي سيضرح على أعضاء المجلسين المقارين وإن شاء الله سيتم مناقشته في الوقت المناسب عند طرحة على المجلسين بعد تمرير هذا التعديل اليوم وحصوله على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى سيعود مجدداً إلى مجلس النواب الذي بدوره سيحيله إلى الحكومة الموقرة استعداداً لحصوله على المرحلة الأخيرة وهي التصديق عليه من لدن جلالة الملك المفدة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزون البحرين